موسيقى استهداف 20% نموا في صدرات منتجات البلاستيك خلال العام الجاري 2023 هكذا أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيموية والأسمدة حيث بلغت صدرات البلاستيك نحو 2.5 مليار دولار لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2021 بما يمثل نحو 29% من إجمالي صادرات الصناعات الكيموية والأسمدة والتي بلغت 8.6 مليار دولار لعام 2022 وطبقا لآخر الإحصاءات فإن عدد المصانع الرسمية المسجلة لدى اتحاد الصناعات في قطاع البلاستيك يتجاوز الـ 15 ألف مصنع بخلاف المصانع غير المرخصة كما اتسعت صادرات القطاع لتشمل 164 دولة حول العالم وتعدى تركيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وأمريكا والجزائر والعراق من أكثر الدول استقبالا لصادرات القطاع وتحتل مصر المركز الأربعين بين الدول المصدرة للبلاستيك ومنتجاته على مستوى العالم طبقا لبيانات عام 2021 ومن المتوقع أن يزيد الطلب على تلك المنتجات بنسبة 10% سنويا خلال السنوات القادمة من مصر طارق أحمد